أستاذ سرهنك في عام 1991 هذا العام مثل نقطة تحول كبرى لكرد العراق بعد سيطراتهم على مناطقهم إثر دعم عسكري أمريكي لحمايتهم من نظام صدام حسين حينها ذلك بعد فرد منطقة حضر جوي للمدن الكردية ما أهمية الدعم الأمريكي لكرد العراق برأيك؟ نعم مساء الخير أستاذ جو عليك وعلى ضيوف الآخرين والمشاهدين الكرام في 1991 لم تكن بداية العلاقة الكرد كانت لهم علاقة مع الولايات المتحدة قبل ذلك في سبعينيات القرن الماضي كانت اختتام هذه العلاقة بأن الأكراد حسوا بأن الولايات المتحدة تخلت عنهم وأدى إلى وضع مأساوي لانهيار الثورة الكردية واستخدام الجيش العراقي في نظام صدام حسين الإبادة الجماعية والأسلحة الكيميائية ضدهم في تجربة 91 وتجربة 92 هذه كانت البداية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من ضمن فرنسا والآخرين دخلوا على الخط مجددا مع الكرد لأنهم كانوا يحسون بوجود خطر كبير عليهم فكانت البداية دخول للحماية الإنسانية فتطورت شكل العلاقة واستثمر الكرد هذه الفسحة الأمنية التي وفرتها لهم الحماية الدولية في أول انتخابات للإقليم وقدموا تجربة كانت مختلفة عن تجربة المنطقة التي كانت تحكمها الدكتاتوريات وأنظمة وأخرى ماذا يعني قدموا تجربة مختلفة كيف كانت هذه التجربة مع أول فرصة حصلوا عليها قاموا بإجراء الانتخابات هذه الانتخابات في بلدان المجاورة في سوريا أو في بلدان أخرى لم تكن هناك انتخابات بهذه الطريقة فكان نموذجا جيدا بأنه يعطو صورة مختلفة عن العراق الذي كان يعاني تحت الدكتاتورية أن يكون له فيه بداية مشوار نظام ديمقراطي لكن هذه التجربة أيضا صادفتها مشاكل من وضع اقتصادي سيء حصار الذي كان موجود على العراق في التسعينات والحصار المزدوجل الذي وضعه صدام حسين على الأقليم أثر كثيرا لكن حضور المجتمع الدولي عن طريق المنظمات الإغاثية الدولية في فترة التسعينات ساعدت للاقتصاد ساعدت في إعادة بناء البنى التحتية للزراعة والقرى في تلك الحقبة لكن أيضا شابتها الفترة اقتتال داخلي بين الحزبين الكرديين الكبيرين فكانت تجربة مختلطة من أشياء إيجابية قدمت القضية الكردية وعطت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فسحة لدعم الكرد لكن أيضا هذه الاقتتال الداخلي أصبح نقطة غير إيجابية في هذا التاريخ مما أدى إلى أنه في سنة التسعة وثمانية وتسعين بوساطة الولايات المتحدة تم إنهاء هذا الاقتتال الداخلي والحقبة بعد 2003 والطاحة بنظام صدام حسين هي أكثر تقدما فيها العلاقة ما بين الولايات المتحدة وحكومة الأقليم شكرا أستاذ سرهان